اليمن يكاد أن يتحول إلى قضية مختطفة من قبل اللاعبين الدوليين وسط تعثرات خطيرة لمسار الحل السلمي والحسم العسكري في البلاد في وقت تبرز فيه مؤشرات على تهميش متعمد للحكومة الشرعية ودورها في تقرير مصير اليمن خلال المرحلة المقبلة فقد عقد الأربعاء في العاصم الألمانية برلين الحوار الاستراتيجي ورفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن رأسه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وإلى جانبه المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفث ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليس غراندي الاجتماع الذي تزامن مع تسلم ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين ضم الشركاء الدوليين والإقليمين والمانحين واللاعبين الأساسيين وهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة وللمساعدة في اتخاذ خطوات إضافية تؤدي إلى عملية السلام بحسب مصدر في وزارة الخارجية الألمانية المصدر ذاته برر عدم توجيه دعوة للحكومة الشرعية أو لأي طرف يمني آخر بأن المحادثات بين أطراف النزاع تتم تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفث الذي يحظى بدعم ألمانيا الكامل مصادر كانت حاضرة في هذا الاجتماع أكدت عدم طرح أية أفكار جديدة وأكدت أن الاجتماع اكتفى بالوقوف على دور المعوث الأممي وعلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر السكهولم حول الحديدة وسط تأكيدات من المشاركين على دعم اتفاق السكهولم وضرورة حث الأطراف على الالتزام به الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعبر وزارة الخارجية أبدت انزعاجها من انعقاد اجتماع كهذا دون أن تدعى إليه وأعلنت عن تحفوظها على نتائجه وأكد بيان الخارجية ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول وشدد على أن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة تشكل تجاوزاً مؤسفاً في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي دعم جهود الحكومة وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمن بحسب ما جاء في البيان ما فتئ المجتمع الدولي يظهر حماسه الكبير للإسهام في حل الأزمة والحرب في اليمن لكن ذلك يجري بعيداً عن سلطته الشرعية وهو أمر يثير القلق حيال الأجندة الخفية التي تتحضر في الأروقة السرية للعبين الدوليين وما تعيد به من حلول أبسط ما يمكن أن توصف به لأنها ملغومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر